برضو بخلاف ذلك تبص على مشاركة لعبة الاهل في المباراة واخدين مساحة زمانية في المباراتين أكبر كتير جداً من كل لعب شارك في المعسكر الأخير والفريق عنده مباراة مهمة جداً مع سيمبا التنزان وده يخلينا يا كابتل نصام حتى أسألك على أقول لك يعني فقدنا إمام عشور بسبب إصابة في المباراة الأولى وبالتالي غياب مش أقل من شهر ونص شهرين في الفترة اللي جاية بص خلينا نتكلم على إصابة إمام عشور يعني هي إصابة قدرية هو طبعاً يعني مش محظوظ إمام عشور يعني إصابة في توقيت مهم لعيب مهم في منتخب مصر وفي النادي الأهلي لكن نقول يعني أي لعيب معارض حتى لو هو معنادي ممكن لقدر الله يتم يعني يعني يتعرض للإصابة لكن مش عايزين نقول إن إصابة إمام عشور في المنتخب لكن هي إصابة قدرية كل اللعيبة مهمة يعني كل اللعيبة مهمة وكنت أتم يعني أتمنى يكون فيه تنسيق بين جهاز منتخب مصر وبين النادي الأهلي بشكل أكبر يعني النهاردة لما النادي الأهلي بيتم استغناء عن عدد لعبين كبير وكمان قبل الأجندة الدولية محمد يعني النهاردة ما ارتبطش بالأجندة الدولية جهاز فني نهاردة عايز كان اللعيب وقت أطول عشان يعرف اللعيبة يحصل التفاوم مع اللعيبة النادي الأهلي ودى لعبته وملتزمش بالأجندة الدولية فكنت أتمنى النقطة دي وإحنا نخلي بالك إحنا نشدنا جهاز الفني المنتخب مصر كان قبل البطولة قلنا كان عندنا حلين وقدمنا الحلين النهاردة كان ممكن يكون يتم تبدير الماتش التاني ممكن بدل ستة وعشرين يتلعب خمسة وعشرين ويبنى النادي الأهلي عنده وقت يقدر يسافر اللعيبة تريح والحال التاني زي سمبا ما عمل منتخب تنزانيا المباراة الأولى مع منتخب تنزانيا لعبت سمبا لعبت الماتش التاني انضموا لسمبا علشان يبدأوا يجهازوا المواجهة النادي الأهلي كنا قدمنا الحلين دول على الهواء مباشرة لجهاز الفني المنتخب مصر لكن للأسف يعني ما تمش العمل بأي حل من الحلول فأتمنى يعني كان يكون فيه تنصيق والنادي الأهلي ما يدفعش ضريبة الاجهاد وجهاد لعبته بعد الماتشين دول وخاصة إن لعبت النادي الأهلي خدت الوقت الأكبر في الماتشين وكمان النهاردة كان فيه سفر بعد مباراة بارح بالأمس سفر على طول على تنزانيا اللعبة وصلت النهاردة الظهر مستر كولر مفيش تحضير للمباراة كل التحضير اللي هيعمله هي كلها تمرين استشفائية كلها حاجات راحة كلها أمور نظرية علشان راح تلعبين أكيد يا كابتن أسامة يمكن قبل ما نروح لرحلة الأهلي وكواليس رحلة الأهلي لتنزانيا أنا بس يعني عندي والله استفسار ومليون علامة استفهام بصراحة على اتحاد الكورة يعني دايما بلايك يا كابتن أسامة لو في أي تضارب ما بين الأهلي والمنتخب في موعيد الأجندة الدولية بحس أن مجلس دارة اتحاد الكورة بره المعادلة مش موجود خالص رغم من التنصيق ده على فكرة في الأساس ييجي من الهارم من فوق من مجلس دارة اتحاد الكورة نفسه هو اللي يتواصل مع الجهات المعنية يرجع للاتحاد الإفريقي لما الأجندة اللي بتتحطي ده يا كابتن أسامة ما بيجيش كده فجأة بايلق النهاردة لأنه أجندة في شهر مارس جدول المباراة الإفريقية والأجندة بيتم إرساله من ديسمبر عشرين تلاتة وعشرين يعني قبل كل هذه الموعيد بحوالي أكتر من ثلاثة أربع شهور وأجندة عشرين أربع وعشرين بالكامل على طولة اجتماع اتحاد الكورة وعلى طولة المدير التنفيذي الناس ما بتبصش في الورق يعني أنا الناس في نهاية بتقولك إيه التنصيق ما بين الجهاز الفني للأهلي والجهاز الفني للمنتخب أنا سؤالي فين اتحاد الكورة في المعادلة دي الاتحاد الكورة ما بيلاقي التضارب ده جاي ما بين الأجندة الدولية والمباراة الإفريقية 48 ساعة ليه ما بيخاطبش الاتحاد الإفريقي معهم مش النادي الأهلي اللي هو اللي هيخاطب الاتحاد الإفريقي ده دور الاتحاد المصري ده دور اللجاني اللي موجوده داخل الاتحاد المصري ده دور المدير التنفيذي للاتحاد المصري لا دور الجهاز الفني للأهلي ولا دور الجهاز الفني للمنتخب الناس في اتحاد الكورة لازم تقوم بدورها مش أول ما يكون فيه أزمة ألاقي دي أول ناس برا المشهد مش موجودة في الصورة يعني ما تصدر جهاز المنتخب وده حصل حتى في فترة كيروش أو حصل حتى في فترة فيتوريا وبيتقرر دا دلوقتي مع الكابتل خسام حسن وفيه تواصل مع المستر كولر اتحاد الكورة فين من المعادلة دي بصراحة أنا مليون علامة استفهام على دور هذا المجلس فيه ملفات كتيرة الفترة يا خير يا كابتل مسلم والله اتحاد الكورة عودنا على كده يعني انت نستحمل الست شهور يعني نستحمل ست شهور